قد لا يكتشف الكثير من المصابين بدوالي الخصية إصابتهم بالدوالي وأعراض الدوالي هي واحدة أو أكثر من الأعراض التالية وجود انتفاخ وتضخم حول أو أعلى الخصية وجود آلام بالخصية في الناحية المصابة بالدوالي صغر حجم الخصية في الناحية المصابة بالدوالي ألم أثناء الوقوف لفترة طويلة أو أثناء المشي لمسافات طويلة تأخر الحمل والإنجاب مع وجود تغيرات بالسائل المنوي كنقص عدد أو حركة الحيوانات المنوية طبعا هناك الكثير من الحلول العلاجية الطبيعية التي تستخدم لمشاكل دوالي الخصية أو لمشكلة دوالي الخصية والتي لها فعالية في التخلص من الدوالي وتشمل هذه الحلول الطبيعية مثلا استخدام الحجامة في مواضع معينة خاصة بهذه المشكلة كذلك استخدام عسل السدر الطبيعي وأيضا هناك منتجات طبيعية أخرى مثلا خلينا أذكر خل التفاح الطبيعي أيضا زيت السرو وزيت السرو معروف أنه له تأثير على عملية تضييق الأولدة والشرائي في الأخير وضعت لكم خطة علاج طبيعية مقترحة ويفعالة بإذن الله الشافي تتكون من منتجات طبيعية تستخدم لمدة شهر ونصف إلى شهرين وهي واضحة بمكونات والمقادير الدقيقة وطريقة الاستخدام المفصلة والملاحظات المهمة عليها كل هذه التفاصيل موجودة على موقع العلاج تستطيعون الاطلاع عليها في الأخير لا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك دونتم بخير